اروح ليه الريشة لا اروح لريشة الطائرة ريشة الطائرة ليه دايما اخباروا معنا ريشة الطائرة اتحاد صاعد ودورنا هنا برنامج الابطال من الاول يوم يعني كنا فيه وطلقنا فيه مع حضراتكم قلنا هنساند اي اتحاد او اي بطل بيسعى ان يحط اسم مصر قدام الريشة الطائرة والتحاد الريشة الطائرة واللعيبة الريشة الطائرة بيعملوا او بيستروا تاريخ جديد لمصر في هذه اللعبة منتخبنا الوطن الاول ريشة الطائرة حقق بطولة افريقيا واللي تلعبت في اوغندا في الفترة من 21 لحد 28 اكتوبر اللي فات مصر حققت كم مديليا سبع مديليات وجوم اتنين دهب اربع فضة وبرونزية وحيدة منتخبنا قدم بطولة رائعة وقدر انه يفوز باللقب على حساب منافسين اقوياء لهم تاريخ في اللعبة اكتر منها زي جنوب افريقيا والجزائق بأسة منتخب مصر بدوم تمن لعيبة احمد صلاح ادهم حاتم الجمال عبد الرحمن عبد الحكيم محمد مصطفى كامل ضحى هاني هاني نور يسري جنة اشرف جنة هشام وبيدربوا كابتن مصطفى كامل اتحاد الريشة الطائرة محقق نجاحات زي ما قلت حضرتكم في الفترة الكبيرة الفترة اللي فاتت نجاحات كبيرة وقدروا انه يشاركوا بتولة العالم للفرة وبتولة العالم للسيدات للمرة الاولى في تاريخه زي ما قلت لحضرتكم حضرتكم الايام اللي فاتت دي وكمان شارك في الاولمبيات اللي فاتت بتلات لعيبة للمرة الاولى في تاريخهنا عايزة اقول لحضرتكم انه لازم نقول اسم لعيب لعيب ولازم نواجلهم التحية ونربط على ايد الاتحاد ونربط على ايد اللعيبة واحنا شايفينهم وحاسين بيهم واي نجم كبير بيحاول يحط اسم مصر قدام احنا اول ناس هكون في ظهره لان اسم مصر كبير ويستحق ان يكون في المقدمة دائما لابدا